ترجمة نانسي قنقر بمشاركة عدد من مختلف الإدارات المعنية بوزارة الداخلية حضورا لافتا للجماهير مواصلا فيه سلسلة نجاحاته التي حققها خلال دوراته السابقة فقد أثبتت مكانته على أجندة أهم المعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية كما نجح في استقطاب الشركات العالمية ذات الصلة بصناعة الطيران بمختلف قطاعاتها مما مكن المملكة لأن تكون وجهة متميزة وجاذبة لمعارض الطيران في المنطقة تشارك السنة قيادة طيران الشرطة في ست شاشات تحاكي فيه الواقع والمهام التي يقوم بها طيران الشرطة ومنسوا بها لتعريف الجمهور والزوار عن مهام قيادة طيران الشرطة تفادي الحمد لله كبيرا فيها من تفادي الخبرات التعرف على الأنظمة اليديدة الموجودة التقنيات الحديثة ومحاولات إدراجها ضمن مخططات التطوير عندنا الرفع كفاة قيادة طيران الشرطة أو الأجهزة الأمنية المراكز الأمنية الأخرى قامت إدارة تقنيات معلمات والنظام الإلكترونية بتنسيق معرض طيران البحرين الدولي حقها السنة شاركنا فيه من خلال برمجة شاشات ونظام يتيح التواصل المرئي المباشر من المعرض للإدارات المشاركة في المعرض الموقع طبعا الشاشات هي عبارة عن شاشات فيها نبذع عن الإدارة نفسها باللغة العربية والانجليزية عشان نتناصب جميع الثقافات الموجودة المشاركة في المعرض يأتي تنظيم معرض البحرين الدولي للطيران كمنصة استثمارية محفزة لريادة الأعمال ومنتدى للفكر الريادي لمناقشة وتبادل الأفكار لتقدم قطاع الطيران ونموه المستدام لكونه رافدا مهما للمسارات التنموية الشاملة ومرسخا للمكانة الاستراتيجية والدولية الرفيعة لمملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر